قصة اليوم تتكلم عن أربع أشخاص أربع شخصيات موجودة في هذه القصة ورح نعطيها أسماء وهمين الأربع الأشخاص هذولي أطفال يدرسون في إحدى القرى في الأربعة دائماً الصباح يجتمعون إذا طلعوا من بيوتهم يمرون بعض إلى أن يجتمعوا الأربعة ويمشون سوى إلى المدرسة فالطريق اللي كانوا يروحون فيه إلى المدرسة كان بعيد شوي دعماً يروحون منه إلا أنه فيه طريق مختصر لكن الطريق هذا ما يروحون منه لأن الطريق هذا اسمه طريق مقبرة القرية فكانوا يخافوا من الأشياء اللي كانت تتصير والأشياء اللي يسمعون فيها وأهاليهم كانوا يحذرونهم أنه لا تمشوا من هذا الطريق مع أنه مختصر بس يمشوا من الطريق اللي يروحون من الناس للمدرسة أربع أشخاص هذولي نفترض اسمهم وليد وأحمد ومحمد وعلي فوليد وأحمد لأن بيوتهم قريبة من بعض أطلعوا متأخرين فوليد يقول لأحمد تأخرنا اليوم وأحمد يقول لي والله ما صحيت إلا متأخر طيب كيف الحين تونا بنمر على محمد وعلي بنتأخر وكذا فقال وليد وش رايك يا أحمد أنا أمر على محمد وأنت مر على علي ونرتقيه في نص الطريق عشان نختصر الوقت وبالفعل وليد راح عشان إلى بيت محمد وأحمد راح إلى بيت علي الموم كل واحد راح الخوية إليه المجتمعه في المكان اللي التفقوا عليه يوم وصله وقال وليد والله يا عيال يعني بعد ما شاف ساعتك يعني ما يمدينا لان نوصل المدرسة تأخرنا فكل واحد يعطي عذر أنه يا أخي خالنا نهرول يمكن نلحق والثاني يقول لا ما يمدينا فجاء وليد وقال وش رايكم عندي حل عشان نختصر المسافة هذي وش رايكم نروح مع طريق مكبرة مختصر وبنوصل على طول يعني نختصر مسافة طويدة وبكذا بنسلم من العقاب والمشكلة اللي بتصيرنا من مدير المدرسة فكل واحد قال لا بطريق مكبرة أهلي مانئين وهذا يقول صار كده وخايفين كده قال وليد شوفوا وليد شوفوا أنا بالنسبة لي والله عقاب المدرسة طرح أقوى من أني أمشي من هالطريق فأنا بمشي من هنا واللي يبغي يمشي منه عادي الحك وبلفعل وليد مشى يوم شافه محمد قال انتظر انتظر أنا بلحق وراك وبلفعل لحق محمد ورا وليد وراحهم من طريق مكبرة باكي أحمد وعلي ناظرهم ببعض شنو الحين أظرهم مشوا يعني نمشي عنا من هنا منتأخر دامهم مشوا مع بعض خلاص حنا يعني مو الحالنا معانا اثنين شو لايك نلحق وراهم فقال لعلي والله اللي تشوف على الخاص خلال نلحق وراهم بالفعل أحمد وعلي ممسكوا يدين بعض وكان طبعا أحمد أكبر عمر من علي فعشان كده هو اللي ماسكه ومشي بالرغم أنه علي كان خايف أكثر شخص كان خايف في هذه اللحظة ويخاف من هذا الطريق لأنه أهله كان يحضروا فكان طول الطريق يعني هم ماشيين يبقون يلحقون على أخيهم اللي قدام إلا أنهم ما قدروا يلمعونه لأنهم ادخلوا قبلهم فحاولوا يهرولون كده هرولوا يعني استغرب أحمد وعلي أنه يعني المسافة بسيطة الوقت كان بسيط بينهم بين أخيهم إلا أنهم ما قدروا يلمعونه فكانوا يهرولون إلي ما هدوا شوي فصار أحمد يمسك يد علي لأن علي كان خايف ويلتفت يمين يصار يشوف القبور ويشوف المكان اللي يخوف أما أحمد كان عينه قدام كملوا طريقهم هم قايفين لين ملمحوا سور المدرسة هنا ارتاح أحمد وارتاح علي أنه خلاص وصلوا وشافوا أن الطلاب توهم يدخلون يعني تو الطابور ما بدأ والحمد لله أنه ما راح يصل لهم شيء فدخلوا على طول الطابور وبدأوا يبحثون على أخوياهم اللي هو وليد ومحمد في يدورون زي كده ما لكهم مع أنهم تعودين كل صباعة الأربعة مع بعض في الطابور وزي كده إلا أنه ما لهم أي أثر فقالوا خلاص منه دخلي في الطابور عاد في الفسحة نرتقي زي كل يوم جاءت الحصة الأولى الحصة الثانية جاء وقت الفسحة نزل أحمد وعلي على أساس أنه بيكون أخوياهم الباقي اللي هو وليد ومحمد لكن تفاجهوا كل واحد يسأل الثاني ما شفت الفان والله ما شفتها وغريبة هم ماشين قبلنا ما وصلوا وش صار فيهم خل نسأل طيب فصولهم راح يسألون في الفصل يسألون الطلاب اللي معاهم قالوا وما حضروا وليوم أبت فهنا أحمد قال شكلهم صار لهم شي في الطريق لا سمح الله لأنه إحنا يعني لحقنا بعدهم ما شفنا شي فقال علي هذا اللي كنت خايف منه ولي شفتنا في الطريق انهب الأحمد قال وش شفت في الطريق قال والله يا أحمد وحنا ماشين في الطريق أنا تلفت يميني سار على القبور ولمحت شنطة على قبر والشنطة هذي نفس شنطة محمد قال أحمد يا رجال ماشين لي شنطة فلان يمكن انك تتوهم أو مع الخوف أو يمكن انها شنطة واحد من الطلاب أو أي شي يعني مو كيف عرفت ان هذه هي شنطة محمد فقال علي أنا متأكد ان الشنطة هذي شنطة محمد لأني أصلا سألتها وكانت عجبتني كنت بي أشتري وحدة زيها هنا بدأ الخوف وقال أحمد شف حنا ما نسبق الأمور خلن نكمل اليوم الدراسي دا وإذا طلعنا نتأكد من الموضوع ثم انتهى هاليوم خلاص طلوع الطلاب هنا التكى مرة ثانية دا هو أحمد وعلي فقالوا ما في أي أثر ولا سمعنا شيء على أخيانا حنا لازم نرجع نفس الطريق اللي يجي منه عشان ندوره هنا نهبل علي قال كيف ترى نرجع نفس الطريق مستعيد مستعيد نرجع فقال أحمد خلاص أنا بروح بنفسي أنت لا تجي معي رح بأيتكم فقال لعلي انت مجنون وشو لا تروح من هناك وتعرض نفسك للخطر مرة ثانية خلنا نروح لبيوتهم ونسأل أهليهم وخلاص نتأكد قال أحمد أي والله فكرة خلاص عجل نطلع نوياك الحين ونمر على بيوتهم ونشوف عادي إذا كان داوم أو لا بنفع الراح أحمد وعلي أول شيء إلى بيت وليد طق الباب وفتحت الأم فسألوها أم وليد ولا تكوينها داوم اليوم ولا ما داوم ولا وش سالفت بالضبط قالت موليد كيف تسألوني هما كم معكم اليوم ما روحتوا سواء المدرسة فقالوا أي رحنا سواء بس أخطف فجأة وما عند لقيناه وسألنا في المدرسة ما هو موجود فنهبلت لهم وسكرت الباب في وجيههم واستغربوا قال خلنوا نروح أجل إلى بيت محمد نشوف الشي السالفة راحوا إلى بيت محمد ونفس الشي منفجعوا وهلا وسكروا الباب برضو في وجيههم فقال أحمد تدري خلنروح الحين بيوتنا يمكن أهالينا الحين خايفين علينا وبعدين بنتواصل ونشوف اشي نسوي المهم راح أحمد بيتهم وعلي راح إلى بيتهم أول ما وصل علي إلا لك أمه عند الباب تصيح وخايفة يوم شافته يده ما صدقت شافت علي تحضنه وتبوسه أنت فيك شيء صار لك شيء تلمسه عند تشوفه وصار حاجة فيه أنا أحبل علي قال لا أنا بخير وش فيك يوم وكذا ما فيني شيء المهم قاتل الحمد لله على السلام وكذا هو ما يدري وش اللي صاير ودخلتها البيت وقالت لأشوف من بكرة ترى أبوك هو اللي بوصلك المدرسة وبينزل يدخلك المدرسة وهو اللي بيتيك ويأخذك من المدرسة خلاص كل يوم استغرب قال لي يوم وش الشي هذا وش اللي صاير ليش يعني تغير الشي هذا وليش أبوي يوديني مش فيها إذا مشيت أنا ما أخذ علي أي فكرة من هلا وش اللي صاير لي وليش خايفين عليه بالشكل هذا لكن كان مو مشكلة فكرة نتقابل كلنا إن شاء الله ويرجعون أخويانا برضو ونمشي كلنا مع بعض وبتأكد من أحمد وش صار معه برضو مع هلا المهم اليوم الثاني طلع علي بالحالة استغرب إنه ما في أي أحد من أخيها أول مرة يطلع الحالة مع أنه دائما مع بعض حتى أحمد ما لاحس كان مو مشكلة بوصل المدرسة وبتأكد ومش مع الطريق العادي اللي دائما يمشي منه خلاص ما عادي يمشي مع الطريق المقبرة لأنه شي خوف وصل المدرسة دخل الطابور ما لقى أي واحد من أخيها حتى أحمد ما لا أي أثر بعدها راح سأل الفصل اللي في أحمد سألهم قالوا والله أحمد ما هم موجود فقالوا لهم ما داوم اليوم استغرب معقولة ومو العوايدة إنه يضيب قالوا مشكلة بسأل عندنا هاليوم الثاني جال يوم الثاني يسأل والله ما داوم راح عند الإدارة يسألهم والله أحمد خوي ما داوم قسعد يعني ويش صار عليه وزي كده قبل ما روح له لا أنا هو اليوم اللي قبل راح الأخوياه الثانيين وانطرد من من هاليوم فخاف إنه يروح البيت أحمد وصير شي قال خلني أسأل الإدارة سأل الإدارة فهنا اصدموه الإدارة إنه أحمد سحب ملفه أهالة جو سحبه ملفه ونقل إلى المدرسة ثانية طيب كيف وليش وش اللي يصاير ما ندري أي بلد ما ندري وش الحاجة اللي بتصير زي كده ما يدرون فهنا أنصدم معقولة معقولة أخسر أخوياه كلهم مرة واحدة وش اللي صاير فيه وصير في الموضوع لازم أعرفه فقاله بروح إلى بيت أحمد وأتأكد من أهاله وش فيه وليش نقل يقول ليهم رحت إلى بيتهم إلا لقيت جيرانه طولي بطق الباب قال لي بطق الباب ليش هذولي أمس انقلوا راحوا من الحارة هذي وين انقلوا قال ما ندري ما ندري هنا زاد الشك عنده ومن وقتها جلس علي سنوات إليه ما دخل الجامعة وهو ما يدري شي عن أخويا خلاص نساه ما يعرف شيء أي حاجة عنه بعد سنوات وإليه ما دخل علي الجامعة وما شافهم أبد لكن ذاك اليوم هم داوم في الجامعة والصدفة لمح واحد الشخص هذا يوم قرب منه علي قال عرف قرب منه لين شاف ملامحة ووقفهم ما عليش أنت فلان 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 يقول لهم قلت لك قال لي إيه وهو برضو عرف يقول في الأخير عرفت إنه هذا أحمد صديقي شوف بعد السنوات من طفولة في سادس ابتداء إلي الجامعة فلتقيت أنا ويا سلم علي ورحب فيني وزي كده وكأن يوم شافني جاه شيء من الخوف أحس إنه خايف أو فيه في حاجة مطبيعية مع أنه كان مبسوط فسألت قلت له سألت قلت له أحمد وش صال لك يعني قلته من المنطقة واختفيت وما عد عرفت عنك شيء وكتبه وأسأل فقال والله يشوف الشيء هذا يعالي غصبا عني لأنه هذا كان قرار أهلي ما هو قراري أنا سألت وقلت طيب وش يعني وش اللي صاير من هذك اليوم ما ندري عن الشيء اللي صار هل عرفت أنت حاجة عن وليد وعن محمد فهين بدأ كأنه زادوا الخوف عندها وقال لي ليش أنت ما دريت باللي صار وقال علم والله إلى الآن ما عرفت لأنه أهلي ورفضوا أنه ما يعلموني قالوا لي أنت لسه صغير يعني لين تكبر يقولوا كبرت وبرضو إلى الآن ما يعرفش اللي صار وعندي فضول أني أعرف قال الله أحمد كويس أنه أهلك ما علموك أنت في نعمة الحمد لله أنه ما علموك باللي صار كويس أنه ما دخل الرحب والخوف فيك بسبب الشيء اللي اللي سمعته منها بالعلي قال علمني يا أخي يترك إلى الغاز هذه وش اللي صاير فقال لأحمد أنا لأسف أنه أهلي فاجئوني وعلموني باللي صار وعجبرونه أن إحنا نطلع من المنطقة هذه ووافقت لأنني عرفت الشي اللي صار الوليد ومحمد والعذاب اللي صار لهم في دقائق معدودة والنهاية المؤلمة اللي صارت له وأنت احتفظ بذاكرتك الطفولية الحلوة وخلي الفضول عنك وش تسريت إذا عرفت صديقني بتدخل في ضيقة وحالة نفسية وخوف وعلى زي الشي اللي صاير اللي أنا دخلت في حالة نفسية وتعالجت بسبب الموضوع حالها فلا تدخل نفسك في الطريق هذا عشان ما تتعب عشان ما تخاف فقاطع علي وقال له شلو أنا خاف تعالى أنا ماني صغيرة عشان تقولي ده الكلام وش بتقولي يعني إنهم ماتوا انقتلوا أحادي أعلمني يا أخي وش الشي اللي صار لهم فقال لا أحمد وش راح تستفيد إذا عرفت وش اللي صار لهم سكتينا علي وما تكلم كما الكلام يا أحمد وقال صدقني يا علي لو الأمر بيدي ومسحت ذاكرتي كلها من بعد ما عرفت الشي اللي صار الوليد ومحمد الحاجة البشعة اللي عرفتها عنهم والمصيبة اللي صارت لهم في طريق المكبرة وما أتمنى أنك تبحث في هالموضوع أو تسمح ونعمة أريد أقول لك نعمة من الله أنك إلى الآن ما تعرف شي عنه وأنصحك أبعد فضولك عن الأمور هذه لأنك راح تتعب مثل ما تعبت لا علي ما يهمني كلامك هذا كله لا تخوفني إذا ما علمتني ترى أنا بروح لمركز الشرطة وبسأل على الموضوح هذا وراح يعلمني بكل شيء فقال لا أحمد والله شي راجع لك لكن أنا أنصحك أنك ما تروح مشى علي من عند أحمد وزعلان وبالفعل اتجاه لمركز الشرطة الموجود في المدينة ودخل عليهم قال على طول وهو حاط في باله الفضول اللي لعب في رأسه إنه ليش يعني أهل يسكتوا وأيش السر من طفولة اللي ما علموني فيه والحين يأكد لي أحمد إنه شي بشع أبي يعرف هذا الشي وشو فقابل الضابط بسلم عليه أوهم الضابط وقال لا أنا أدرس حقوق أهتم في قضايا القتل وكذا وفي قضية أبغى أسأل عنها فالضابط بعد ما شاف في البطاقة الجامعية علي صدقه وزي كده فبدأ يبحث له في الإرشيف عن ملف القضية بدأ الضابط يبحث شوف القضايا حق أهل القرية وكذا لأنه أي قضية تصيد القرية تتحول على طول الشرطة فقاعد يبحث قضايا كثير والموضوع قديم فقال الضابط اللي علي طيب عشان تساعدني في المهمة هذه هل تجيب لي تفاصيل عن القضية؟ فقال لا الأشخاص اللي موجودين في القضية كانوا مقتورين والشي صار طريق المقبرة في جنوب المدينة هنا بدأ يبحث على الضابط وقدر يوصل لملف القضية الضابط أعطى عليه ملف القضية من الأشياء السرية المستحيل أن تطلع لأي واحد إلا أنه بعد ما علي كان لأنه يدرس حقوق وأنه يهتم في القضايا وكذا وأن القضية هذه تهمة وبعد ما أعطاه البطاقة الجامعية أعطاه هذه ملف القضية فقام يقرأ علي الملف هذا قرح دات القضية أيش الأشياء اللي صارت والضابط ينتظر متى يخلص عليه يوم قرب ينتهي والدموع تنزع حزن وواضح وخوف على علي قال علي للضابط مكتوب في ملف القضية أنه الفاعل إلى الآن مجهول لم يتم القبض عليه فقال للضابط أيوه إلى الآن ما أحد يعرف عنه شيء فقال له علي يعني أنت وقفتوا البحث عنه فهنا استغرب الضابط فسأل علي قال لا أنت تعرف الإجراءات القانونية أو لا؟ مو أنت تقول لي أنك تدرس حقوق وأنك معام في الأمور هذه دعلي وقال أي نعم أدرس حقوق فقال لها الضابط طيب أنت تعرف أحد من الضحايا في القضية هذه فقال لعلي أي نعم أعرفه فقال لها الضابط طيب كنت تعرف وش الشيء اللي صال لهم أو المصير اللي أنتع فيهم فقال علي لا والله ما كنت أدري وليتني ما درعت فقال لها فالضابط أخذ الملف وقام يسكره ومبتسم فقال لها دامك تقول كده أجل ليش جيت تبحث عن الموضوع فقال لها علي فضول أحمق فضول أحمق قال لها الضابط تحتاج شيء ثاني تعرف عن الموضوع هذا فقال لها شكرا الله عدك العافية ما قصرت فقام علي وخلص بيطلع مع باب الشرطة فقال لها الضابط يا ولدي الدنيا ترى ما زالت بخير بس أنت لا تشغل فضولك كثير في الأشياء اللي راحت وما تهمك تعال يا علي وقال له أنا كنت بخير قبل ما أقرأ هذا الملف وليت لي ما قرأتها انتهت القصة موسيقى جزنوي أُعْبَمْ شكرا شكرا لها شكرا